طبعاً ريشة الطائرة من الاتحادات اللي بتجاهد ويعني زي ما حدركم شايفين طبعاً الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ممثل للدولة المصرية اللي أنا بتوقع الفترة الجاية هيبقى له دور كبير يعني بعد التكيير اللي حصل في اللجنة المنفية المصرية وتم طبعاً استبعاد المهندس شام حطب من يعني قيادة أو رئاسة اللجنة المنفية المصرية وتولي المهندس سياسي إدريس رئيس التحدي السباحة القائم بأعمال ودولة يبقى القائم بأعمال برئيس اللجنة المنفية المصرية أنا بقول لكم كده يعني من الكواليس لوزارة الشباب والرياضة هيبقى لها دور كبير جداً الفترة الجاية قصد التنصيق هيبقى عالي جداً بين اللجنة المنفية المصرية والوزارة وده 100% يعني مفكر هنعكس بالإجاب على كل المنتخبات النهاردة اللجنة المنفية المصرية هي مسؤولة فنية عن الاتحادات وده دورها الأساسي اللي مش لازم تنساه مسؤولة فنية تناقش الاتحادات عن البرامج الفنية تأهيل الاعداد للأولمبياد الاعداد لكقوس العالم انت عامل خطة ايه ايه اللي انت بتقعد بيه او اللي انت يعني هتقولها يعني هيتحقق من كل الاتحاد خلال الفترة اللي جاية وبتحسبه فنية خلينا نسيب الحاجات الإدارية للوزارة للدولة المصرية ولوزارة الشباب والرياضة وهي اللي ترائب مالياً وهي اللي ترائب إدارياً وده اللي كنا بننادي به من القديم الأزل انه اللجنة الامبية المصرية مش بس ده كل حتة في العالم لجنة الامبية المصرية ما تقدرش ومعنش انا عايز اصطفيد في الحتة دي لان انا عندي كلمتين عايز اقولهم بصراحة اللجنة الامبية المصرية مجموعة موظفينها وادواتها قد ايه دي هي المبنى اللي راح لجنة الامبية المصرية انا رحتها عشرات المرات وانا لعب ورحتها وانا يعني كبير يعني وأنا يعني بشتغل في الإعلام وأعرف هي مبنى موجود في استاد القاهرة عدد موظفينه مش كتير قليلين يعني عشرات يعني مش عايز أقول يعني إيه عدد بس أتصور مش أكتر من 30 أربعين واحد يعني هل يعقل أن اللجنة الأنمبية المصرية بالأدوات دي هي اللي تشرف على جم الانتخابات اللي موجودة على مستوى مصر 5000 هاي إرادية طب إزاي طب قلولي إنت إزاي في الوقت اللي وزارة الشباب والرياضة وعندها الأدوات بتاعتها مدريات الشباب والرياضة في كل المحافظات هتلاقي مدريات الشباب والرياضة في الجيزة ومدريات الشباب والرياضة في القاهرة ومدريات الشباب والرياضة في أسوال بكل المحافظات بمدرياتها بأدواتها بلجانها هيتم تحييدها وتبقى اللجنة اللي اللي بتشرف طب قلني إزاي يعني أنا كنت الموضوع ده بجد أنا كنت مستغرب الدولة المصرية اللي هي الوزارة الشباب والرياضة المسؤولة عن تطبيق القانون المصري في الرياضة المصرية قانون 17 قانون 71 سنة 2017 وهو اخر قانون رادة تم اصداره واللي هيتم تعديله ان شاء الله وبرضه انا بقول لكم الكواليس هيتم تعديله في الوقت المناسب عندما طرد دولة المصرية والوزارة انه دلوقت المصلحة انه يتعد تمام طيب هل يعقل يا جماعة ان 3040 موظف في لجنة أولمبية منهم طبعا مش كلهم اداريين مش كلهم فاهمين يعني فيه ناس ادارية مثلا اعمال سكرتاريا هيعرفوا ايه مثلا في الانتخابات هل يعقل ان دول يشرفوا على الانتخابات في 29 اتحاد و5000 هاقيرادية طب ازاي اما الوزارة الشبابة بتعمل ايه هل يعقل انه اللجنة المصرية تبقى مسؤولة ادارية عن كل دول طب الوزارة بتعمل ايه معلش يا جماعة عايز اقول لكم انه فزاعة التخدخل الحكومي والكلام ده كله دي كل دولة بتحط اللي هي عايزها وبتحط اللي هي شايفا اه في دول رئيس رئيس اللجنة المنبية هو وزير الشباب في دول كده هو دول كده انا شايف انه مصلحة بلده كده فزاعة تدخل الحكومي دي فزاعة يعني احنا اسمعناها كتير ولكن انا النهاردة الدعم يجي من الدولة المصرية بالعقل كده في اتحادات بتاخد دعمها من الدولة المصرية مشكورة لان طبعا الدخل بسيط على قدر امكانياتنا يعني القدر امكانيات انا عايز 10 مليون عايز 15 مليون الوزارة اللي بتدفعه والوزارة اللي بتحقق لكل اللي انت عايزه من قرارات وزارية اداريا هي اللي بتطلع القرار الوزاري القرار الوزاري ده بيطلع واحنا كنا لعيبا كنا ناخد القرار الوزاري ده كنا نروح باي حتة يسهلونا سفرنا قرار الوزاري طالع يعني كل معنى القرار الوزاري بسفرك دي حاجة قوية جدا انت النهاردة ساعات بيكون بتأدي مثلا خدمة العسكرية بتأدي هنا بتأدي هنا لما بيطلع قرار الوزاري بتقدر تسافر تمثل منتخب بلدك فالنهاردة مين اللي بتطلع لك قرار الوزاري هي الدولة المصرية هو وزارة الشباب والرياضة طيب النهاردة أنا بتفعلك المزانياتك وإداريا بساعدك وبزلل لك كل الصعاب والنهاردة مش من حق أنا كوزارة أشرف عليك وأن أنا أرأبك ماليا أو إداريا طب إزاي وما المين اللي رأب إذا كان الوزارة نفسها بكل أدواتها دي مش هترأي فالنهاردة أنا أتصور الفترة اللي جاية والدكتور أشرف صبح الحقيقة من الناس اللي عايزة كده وساعت لكده من أول يوم ولكن احنا مش هنتكلم عن حاجة ونتكلمش عن أي أمور تانية ولكن احنا عايزين في الآخر أن ده يبقى مصلحة الرياضة الوزارة يعني ان شاء الله الفترة جاية يبقى فيه تنصيق عالي جدا جدا مع المهندسات وده اللي سامعينه من الكواليس جوه مع وزارة شباب الرياضة وهيبقى ده في الآخر لمصلحة الرياضة كل واحد يقوم بدوره كل واحد يقوم بالوضع اللي هو القانون بالدهوله في الآخر هتبقى لرياضة طب أي تعديلات في القانون من مين اللي هو من حقه يقدمها هي الوزارة لأنه اللي شايف هي اللي شايف على الأرض الواقع هي الوضع ان شاء الله الفترة اللي جاية حالة اللي كان موجودة دي حالة الهزة كبيرة اللي كانت في الرياضة هنلاقيها أهدى كتير وهتلاقي الدنيا أحسن ده تصوري وده ثقتي في الدولة المصرية وثقتي في وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالدكتور أشرف صبحي معلش أنا استطلت في هذا الموضوع لكن أنا طبعا من الناس اللي مثلت مصر وأحب جدا دايما الرياضة المصرية وعلم مصر يكون في المقدمة وقميص منتخب مصر اللي بيلبسه ده شرف كبير جدا جدا يعني شرف كبير وتمن وغالي لازم يبقى لي تضحيات أنت تضحيها عشان في الآخر مصر توصل دايما للمركز الأول